موسيقى سلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد شنحوه لكم ان شاء الله تكونوا بصحة و بخير تحاشكم برشا وتحاش تقائي بكم راجع بعد غيب برشا جديد وافكار مختلفة ان شاء الله تعجبكم مسابقا فيديو اليوم تايد عن قراءات نصف السنة الاسئلة القاومة في صندوق الوصف باللغتين العربية والفرنسية للي حب يشاركوا اجاباته اول سؤال عدد الكتب اللي قرأتها منذ بداية سنة 20-22 خلال شهر جويلي وصلت الهدف اللي حاتده على موقع القدريتز وتعديت له لـ 68 كتاب ورواية منهم سيرة ذاتية رواية ادب راب وخيال علمي ومختلف الانواع الاخرى الحصيلة متنوعة وكان فيها 27 رواية الكتاب وكاتبات من تونس سبعة باللغة الفرنسية وزوز روايات باللغة الانجليزية أفضل ثلاث كتب حبيت برشة اللي قريتهم من أول السنة لكن اللي قعت في البال هما ثلاثة الكتب الموالية الهامسونة بالكتب دونالين ميلر عن مؤسسة تنداوي دونالين ميلر هي معلمة لغة ودراسات اجتماعية في ولاية تكساس الأمريكية هي محبة للقراءة تؤمن أن تغيير الواقع المدرسي ينبع من المعلمين والإداريين والوالدين وأن من دورهم خلق قرق صغير يستوعب الأنواع الأدبية ويفهم الأفكار النقدية ويتمكن من تذوق الشعر لكن الأهم من ذلك أنه يحيا حياة لا تخلو من القراءة حتى بعد سنوات الدراسة في هالكتاب تقدم ميلر نصاق حملية من خلال مشركة تجربتها في تدريس طلابها طريقتها كانت مختلفة بدأت بتأسيس مكتبة في القسم من تمويلها الخاص وعبر أساليب أخرى شرحتها في فصل ملحق من الكتاب وعبر تخصيص فترة زمنية تتروح بين 20 و30 دقيقة نشحت في ترسيخ عادة قراءة يومية لتلمذتها وتمكنت من رفع مستويهم الأكاديمي الكتاب ثالي ومفيد ننصح قراءته بالأخص إذا كنت إطار تربوي ليس للحرب وجه أنثوي سفيتلانا أليكسيفيتش هو كتاب عن الحرب لكن مش كما اعتدنا قراءته الكتاب هذا يحكي عن الإنسان في الحرب عن العواطف والمشاعر عن معاناة حميمية جدا تسردها قرابة 180 سيدة عشنا في الحرب وشاركنا فيها خلال الحرب العالمية الثانية شاركت قرابة مليون امرأة عبر جميع الاختصاصات حتى اللي تطلب قوة جسدية كبيرة الكتاب موجع ومؤلم لوحة تاريخية عن الحياة والموت عن الجمال والقبح تنقل بشعة الحروب أينما كانت بألوان وروائح وتعابير سيدات رجعت من المعارك بأوجاع وجروح معنوية وجسدية رواية القوقعة يوميات متلصص للكاتب السوري مصطفى خليفة رواية القوقعة واحدة من أكثر روايات أدب السجون العربية شهرة في العشرة سنوات الأخيرة تسرد الرواية يوميات شاب سوري درست الإخراج السينمائي في فرنسا وقرر العودة إلى سوريا في المطار يتم القبض عليه ويمضي أكثر من 13 سنة في السجن تدمر دون أن يعرف التهمة الموجهة لها تدمر للي ما يعرفهش هي مدينة سورية اقترن اسمها سابقا بالملكة زينوبيا أما في عهد حافظ الأسد هي مدينة واحد من أكثر السجون وحشية في العالم السجن الصحراوي قامت الرواية بتأكيد هالمعلومة بعرض الجحيم بكل تفاصيله 13 سنة من الضل الضرب لهانات التعذيب الجوع والأمراض ولأن المقاسي مجيش فرادة وقع بطل الرواية بين مجموعتين السلطات والأخوين المسلمين الأولى تنسب للثانية والثانية ترفضوا الكون مسيحي يقرب إلى الإلحاد الرواية مجعة وقاسية ومنصحش بقراءتها لأصحاب القلوب الضعيفة أسوأ قراءة لحد اللحظة في العادة نتجاوز السؤال عن الأسوأ لكن ما زلت كملت رواية لبال لدانيال ستيل واللي كانت بالفعل أسوأ قراءة لأنه حسيت أن القصة فيرها الأحداث مملة برشا وقيت حتى استفادة أو عبرة خرجت بها بعد ما كملتها خواعد العشق الأربعون إليف شافاق الرواية هذه أكثر رواية خيبتلي أميلي سمعت عليها برشا قلت عليها برشا لكن ما كانتش في مستوى انتظاراتي هي تتحدث عن إيلة المرأة الأربعينية اللي تعيش حالة من الكئابة والملل يكلفوها بكتاب التقرير عن رواية ندخلوا معها ونتحولوا معها للقرن الثالث عشر مع الصوفي شمس الدين تبريزي وجلال الدين الرومي إنها ما تحكيش على الرومي لا على كتاباته لا على أشعاره بقدر ما تحكي على شمس التبريزي وأفكاره الكتاب المفاجأ قاف قاتل سين سعيد للكاتب الكويتي عبدالله البصيس اشتريت رواية في معوض الكتاب بالعام الفارط وكلت كل مرة أجل قراءتها تخضعك رواية في البداية وتتوقعها بوليسية لكنها فيها قضايا اجتماعية ونفسية وسلوكية كيف أثر الحرب على الأطفال والمراهقين مشاكلهم من التنمر التوحد وتأثير الإلكترونيات والصور المتحركة على السلوك الدور أحداث رواية في الكويت وقت ما يتم استدعاء المحاقق مجد لحادث وفاة منزلية يتم على أثرها فتح قضية قديمة تعرف باسم قضية سعيد جونكر الرواية كانت ممتعة للغاية وننصح بقراءتها بمناسبة عيد الأمهاتة هدتني أسرتي رواية خبز على طاولة الخال ميلاد الرواية هذه للكاتب الليبي محمد النعاس هي الرواية الأكثر جدل المدة اللي فاتت على خلفية حصولها على جائسة البوكر العربية سنة 2022 العنوان مستوحى من مثل شعبي ليبي عيلة وخالها ميلاد واللي يتم الإشارة ليه إلى الرجل الضعيف الشخصية أو ناقص الرجولة الرواية كلها بنيت على مفهوم الرجولة في ليبيا خاصة والعالم العربي عموما الكاتب محمد النعاس قدم تعرفات درجة المعنى الرجولة من خلال عدة مواقف تعرض لها ميلاد بطل الرواية ميلاد هو شاب ليبي ذو شخصية رقيقة زادتها نشأته بين أربع شقيقات وخلته محل انتقاد من مجتمع يشوف فيه كل العيوب والنقاص اللي من المفروض عدم تواجدها في الرجل والتوضيح مفهوم الذكورة كان لابد من تقديم المرأة ككائن يستحق الضرب والتأديب ويتوحها الزوج كما يشاء في الرواية أيضا حيزها من الخبز وصناعته ميلاد كان خباز ماهر وكانت الفترة اللي حضر فيها الخبز مساحة حرية يجرت فيها من كل رقيب وحسيب على تصرفيته وكيف ما تدخل المعايير والأجواء في إنتاج خبز ذو جودة كان المجتمع اللي يعيش فيه ميلاد من مثابة فرن نطشت فيه شخصيته بمعايير خاصة ودخلت فيها ضغوط خارجية خلته في الأخير منتوج غير صالح للاستعمال وبالتالي نهاية الرواية كانت متوقعة وبديهية الإصدار اللي تنتظره خلال النصف الثاني من 2022 ما تمش كتاب محدد ننتظره بعينه كنت نستنى في آخر إصدارات رواية الجايب التونسية وخلال إعداد هالفيديو هذا تم إصدارها وانا متشوقك كيف العادة لقراءتها مؤخرا أنهيت كتاب المقبرة لنين جايمن من ترجمة العراب أحمد خالد توفيق كتاب المقبرة هو رواية من الأدب الفنتازي تحكي على قصة طفل صغير ينجو من مجزرة يتم فيها قتل كامل عائلته ويعيش في المقبرة مع الأشباح اللي يكبروه ويعتنيوه بيه ويحميوه من المخاطر ونعيشه مع الطفل هيدا مغامراته تيلة سنة نوية طفولته إلى حدود سن الخامسة عشر رواية المسحة الميلان كولديرا تبدأ بمسحة يقولها شاب توصل الزملائه في الحزب ويعتبروها عيدائية للشيوعية وتبدلوا كل حياته الرواية اللي ناوية شاء الله نقراها هي 366 الأمير تاج السر رواية عن دار العربية للعلوم ناشرون دخلت في القائمة الطويلة للجايزة البوكر العربية لسنة 2014 اللي نعرف عليها إنها رسالة أو مجموعة رسائل يكتبها البطلة الرواية اللي يسمي روح المرحوم إلى أسماء من يوم اللي يتعرف عليها طيلة سنة كاملة كل لقاء أحضرتوه كل حديث تقاسمتوه مع محب للكتاب سواء كاتب أو قارئ كانوا من أحلى اللحظات اللي عاشتها نتمنى برشاكتب بطبيعة وتكون اختياراتي القادمة موافقة كيف اللي سبقها خلال بداية السنة هكا نوصلوا لآخر الفيديو كأنواصلتوا له الجزء نشكركم على صبركم وساعة بالكم ووقتكم اللي عطيتوه ندعي كل من يرغب للمشاركة بإجاباته على هالآسلة هذه اللي نفكر إنكم تلقوها في صندوق الوصف بلغتين العربية والفرنسية ملتقان إن شاء الله في فيديو جديد وبسلامة